كانت هناك فتاة تدعى باروشكا تعيش في بلد في وسط أوروبا يدعى جمهورية تشيك ولدت وترارعت في عائلة مسيحية حيث كان الذهاب إلى الكنيسة كل يوم أحد جزءا من الحياة عندما كانت باروشكا تبلغ من العمر أحد عشر عاما أيقظت والدتها من النوم وقالت أمي أمي استيقظي نعم عزيزتي ما الأمر كان لدي حلم حلم غريب جدا ولكنه جميل أخبريني ماذا رأيتي رأيت أن هناك مجموعة من الناس يسيرون نحوي كان الشخص الذي في المقدمة رجلا لكنني لم أتمكن من النظر إلى وجهه لأنه كان مضيئا جدا مشرق وجميل جدا وكان هناك بعض النساء يرتدين الحجاب وملابس مماثلة لقد سألوني هل تريد أن تكون واحدة مننا؟ بماذا أجبتهم؟ قبلت على الفور يا أمي شعرت أنني أريد أن أكون جزءا من شيء جميل جدا فهمت ماذا حدث بعد أن قبلتي؟ الرجل الذي في المقدمة بدأ يقول بعض الكلمات وكان علي أن أكرر من بعده ففعلت ما معنى هذا يا أمي؟ لا يعني أي شيء فقط انسي الأمر ربما شاهدت شيئا مشابها على التلفزيون عودي للنوم الآن اعتقدت والدة باروشكا أنه كان مجرد حلم عشوائي لكنها لم تكن تعلم أنه كان أول علامة لشيء جميل جدا لباروشكا ومع ذلك لا يمكن أن تنسى باروشكا مثل هذا الحلم مرت سنوات وبدأت باروشكا جامعتها حيث أصبحت صديقة للعديد من المسلمين كانوا يتحدثون عن أديان يقارنون بين المسيحية والإسلام حيث شعرت باروشكا أنه يجب عليها قراءة القرآن هل لديك شاحن؟ أنا حقا بحاجة لشحن هاتفي حسنا سأعود حالا ما هذا؟ نسيت رفيقة القديمة في السكن بعض أغراضها في غرفتي كنت أتساءل إذا كنت تريدين الاحتفاظ بها حسنا بكل تأكيد عندما نظرت باروشكا إلى الكتاب كان القرآن على الرغم من أنها لم تكن مهتمة حقا بدراسة الدين عن كثب إلا أنها قبلت القرآن أعتقد أنها كانت سورة الفاتحة وقامت أيضا بالتكيف مع بعض السمات الإسلامية قرأت القرآن وأنا أؤمن بالله لكني أحتاج إلى بعض الدعم كوني حذرة لا تثق في الجميع لا يوجد الكثير من المسلمين في هذه البلد لذا قد يحاول الآخرون إلحاق الأذى بك ولا تؤمن بكل ما تقرأيه من الإنترنت شكرا على النصيحة يا صديقتي أمي أريد أن أخبرك شيئا ماذا يا عزيزي؟ لقد كنت أدرس الإسلام منذ بعض الوقت وأؤمن به حقا أتمنى أن تقبليني وتتعميني في هذه الرحلة إذا كنت تعتقد أن الإسلام هو دينك وأنه يمنحك السلام فأنا سعيدة من أجلك لقد لاحظت بالفعل تغيرات فيك في ودحك تبدين سعيدة ومرتاح شعرت باروشكا بسلام أكثر عندما علمت أن والدتها تدعمها بعد مرور بعض الوقت أتيحت الفرصة لباروشكا للانضمام إلى مشروع مكافحة الإسلاموفوبيا في تركيا التقت بالعديد من المسلمين والأئمة الذين أجابوا على أسئلتها وتعلمت المزيد عن الإسلام كانت باروشكا مستعدة لاعتناق الإسلام في هذه اللحظة كرر ما قلته إنها تسمى الشهادة بمجرد أن سمعت باروشكا الشهادة بدأت عيناها تدمعان وتذكرت أن تلك الكلمات بالضبط هي التي حلمت بها في سن الحادية عشرة قبلت باروشكا الإسلام في ذلك اليوم لطالما شعرت أن هناك شيئا مفقودا في حياتي وهو الله قراءة القرآن أعطتني السلام أعطاني الله إشارات طوال تفولتي واليوم هداني إلى الصراط المستقيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب